ولا يقبل منها عدل يعني عدل يعني فداء وجاءت عدل نكرة للعموم يعني لن يقبل منه أي فداء ولو افتدى نفسه بملء الأرض ذهبا قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ولو افتدى نفسه بأقرب الناس إليه قال الله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فسبحان الله العظيم من كان يفديه بحياته في الدنيا سيتبدل به الحال لما يرى أهوال يوم القيامة